وينضم إلينا من بيروت علي فيصل عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين سيد علي موقفكم كمكتب سياسي تجاه هذه الاحتجاجات أو تأييدا لهذه الاحتجاجات مساء الخير لك وللمشاهدين الكرام نحن أولا من بادر للتصدي لقرار وزير العمل اللبناني منذ اليوم الأول لإيقاف العمل في أحد المؤسسات لرب عمل فلسطيني ثم تلتها مواقف أكرة ودعونا إلى أوسع تحرك شعب جماهيري لا زال متواصلا حتى هذه اللحظة ونحن في هذا الوقت بالذات ندعو شعبنا للتجديد ومواصلة تحركي لأن هناك عناد وإسرار من وزير العمل وإمعان في قهر الشعب الفلسطيني وفي ارتكاب قرارات تمييزية من شأنها أن تزيد الاحتقان الفلسطيني اليوم هذه التغريدة هي تغريدة استفزازية أنه لم يرى مثل هذه المظاهرات أثناء إعلان الاعتراف في ترامب بالقدس عاصمة للدولة اليهودية وهذا كلام منافي للحقيقة وقتها هب الشعب الفلسطيني من أقصاه إلى أقصاه في لبنان وفي سوريا وفي غزة وفي الضفة وفي المناطق المحتلة عام 48 وفي مناطق اللجوء والشتات وفي المنافع البعيدة ولازال أيضا شعبنا يسير يوميا باتجاه القدس وأيضا ينظم مسيرات العودة وشعبنا في لبنان ليكون واضحا بالنسبة له لا ننطفذ فقط من أجل حق العمل وإلغاء إجازة العمل وتعديل القوانين التشريعية سواء خاص بما يخص قانون العمل وقانون الضمان الاجتماعي ليستفيد منه الشعب الفلسطيني إنما تظاهر أيضا لمواجهة صفقة القرن وأي تداعيات لأن من شأن هذه القرارات أن تقهر الشعب الفلسطيني وأن تدفع نحو تهجيره إلى المنافع البعيدة بدلا من تعزيز صموده لمواصلة النضال من أجل حق العودة هذا الشعب الفلسطيني اليوم ينطفذ من أجل كرامته الوطنية لأنه ليس أجنبي في هذا البلد هو لاجئ مقيم وقضيته سياسية وقضية حركة التحرر وهذا ما لا يفهمه وزير العمل اللبناني طيب يعني ملامح التحرقات الرافضة برأيك كي تؤتي ثمارها سيد علي نحن نتحرك باتجاهات متعددة تصعيد هذه التحركات الشعبية بشكل يومي لأنها تعبير عن حركة ديمقراطية شعبية حضارية تنتظم كل يوم بشكل وتبلغ ذروتها أيام الجمعة بمظاهرات تشمل كل أبناء الشعب الفلسطيني في لبنان وهذا أيضا مستوى بالأمس كان هناك حراك في غزة سمية جمعة لاجئي لبنان وكانت هناك أيضا نداءات من الأراضي المحتلة عام 48 نداء مليون ونصف مليون فلسطيني على لسان السيد محمد بركة وأيضا في الضفة بدأ حراك وفي الجاليات في أمريكا أوروبا لندن سويد برلين حتى في تشيلي ومناطق أخرى بعيدة وسترين أن هناك تحركات واسعة ستذهب إلى السفارات اللبنانية والتي تسلم مع رائد تدعو إلى إنصاف العامل الفلسطيني ودعمه في نضاله من أجل حق العودة ثم أيضا سنواصل التحركات السياسية بالاتصالات مع المرجعيات السياسية مع رئيس الحكومة مع رئيس مجلس النواب مع الأحزاب اللبنانية الصديقة ومع منظومة الرأي العام اللبناني وأيضا مع رئيس لجنة الحوار لكن مع وزير العمل لا إمكانية لحوار لأننا قد استنفذنا ذلك من خلال لقاءات السفير الفلسطيني ولقاءات اتحاد العمال وأيضا لقاءات العديد من الشخصيات اللبنانية وهو أيضا أعلن بالأمس أنه لن يتراجع عن قراره وذلك لماذا سنلتقي معه اللقاء معه مرهون بالتراجع عن قراره وبالتالي فتح الأفق أمام حوار لنأتي بتشريعات قانونية جديدة من مجلس النواب تؤمن حق العمل الفلسطيني بدون إجازة عمل في جميع المهن وتؤمن الضمان الاجتماعي وتقديم كل الخدمات الصحية وتوارئ الخدمة ونهاية تعويض نهاية الخدمة وهذا حق طبيعي للشعب الفلسطيني وأيضا التعاطي مع الشعب الفلسطيني من خلفية سياسية أنه شعب لاجئ مناضل في حركة تحرر وطني فلسطينية مقاومة من أجل إنهاء الاحتلال إقامة الدولة الفلسطينية وضمان حق عودة اللاجئين الفلسطيني والانتهاء من حال اللجوء وحال الحرمان الذي نعيشوا في إبنان وفي كل منطقة نتواجد فيها إذن سيد علي فيصل عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين شكرا جزيلا لك شكرا جزيلا لك